موسيقى 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 أكثر الاتحادات صار تلك بعمل بآلية عملها بسبب تأخير المنح صار في الرواتب للاتحادات تعرف بلتما تقدر تقيم بطولة إذا ما عندك مادة يعني إحنا بطولة قمناها بجهود فردية بطولة الأشبال والناشئين بعدها بطولة المتقدمين أو الشباب ما قدرنا نقيمها بسبب تأخير المنح تأخير صار في الرواتب هذه المشكلة حقيقة أكيد أكيد طبعا تظاهرات تستمر إذا ما حصلنا مطالبنا يعني أكيد لازم لازم الأشخاص المسؤولين بوزارة الشباب الرياضة بلأول مطيئة لازم يعني أكو حل هذه المشكلة الشيء أكيد رح يصير تلكب عمل الاتحادات كلها بسبب عدم صرف الرواتب عدم صرف المناح مشكلة كبيرة تدخلات الوزارة في عمل لجنة أولمبية الوطنية العراقية وهذه الرواتب مقطوعة صالها شهرين تدخلات غير منطقية وغير صحيحة لجنة أولمبية لجنة مستقلة ما لها علاقة بأي وزارة تدخلات خارجية لا لها لا أول ولا لا آخر التدخل بعمل الوزارة حيث توقف كل النشاطات الرياضية وعليه نطالب كل الوزارات وزارة الشباب والتدخل ضروري أن تدخل رئيس الوزارة لحسم هذا الموضوع وإلا ستكون الأمور لا يحمد عقباها وهذه الموظفين كلهم يعني ها صالهم شهرين متوقفة لا رواتب لا شغول لا وضعية لا هاي على شيء ما إلى مبرر فنطالب رئاس الوزارة نطالب الجهات المعانية بحسم هذا الموضوع لأن احنا بلد ديمقراطي وبلد يدعون بالحرية والديمقراطية وهم نفع كل مبادئ الحرية والديمقراطية نطالبimal شكرا اشتركوا في القناة 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 نحن كرياضيين مطالب حقوقنا الشرعية وليس الغير شرعية هناك مطالب تختلف عن مطالب الرياضيين وهناك صراعات بين اللجنة العنبية ووزارة الشباب وبعض المتطرفين الذين دخلوا الانتخابات ولم يفوزوا وهذه الصراعات ادخلتنا في صراعات داخلية منها رواتب الموظفين ورواتب اللاعبين من الابطال انا كمدرب منطقة بطني اعاني من هذا الشيء اللاعبين لم يحضروا الى بحثات تذيبية ما اتم وجور نقل جين وين روحنا حضرنا اليوم نطالب حقوقنا الشرعية والغير شرعية ونطالب رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي ان يقف معنا في هذا الموقف لان الالغرمبية كيان كيان غير تابع لأي جهة خاص لا للوزارة ولا لأي جهة تابع للدولة العراقية فقط ونحن المتدرات وابطالها كلها ابطال آسيا وابطال عرب وابطال العالم يجيوا اليوم حتى واحد شيء مخجلي يحضر اليوم يدعي براتبه حق الشرعي اشتركوا في القناة 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 بحضور هذه التظاهرة وليست المظاهرة لقامتها اللجنة الاولمبية للحصول على استحقاقات الرياضيين والمدربين وموظفية اللجنة الاولمبية بسبب انقطاع رواتبهم لمدة ثلاثة اشهر وتعرف انت الرياضة اذا ما بها دعم مادي او للرياضين انه الرياض اللاعب المنتخب او لاعب النادي يحتاج الى مخصصات نقل وهناك بعض الاشخاص حاولوا انه يججون الموقف بحجة جواهية بانه هناك فضائيين اريد ان تشوف الفضائيين هاي اللجنة الاولمبية هاي نص العدد اللي يحضر عدد اللي يعتهم ارتباطات واشغالوا ما حضروا هذا العدد هل هاي دل على انه هناك فضائيين في اللجنة الاولمبية فهناك بعض الشخص اللي حاولوا اللي فشلوا في الحصول على مناصب وطعت قدم في اللجنة الاولمبية عن طريق الانتخابات او عن طريق او الفضايات وبعض الاعلاميين الذي كان لهم دور اساسي في فشل الرياضة لعدم ظهورهم فحاولوا انه في هذا الوقت يظهرون في وسائل الاعلام لاستحصال حب حب الناس والجماهير فاحنا نطالب ونناشد تدخل السيد دولة رئيس الوزراء لرعاية الرياضيين وارجاع الحق لهذه الشريحة الشريحة التعبانة يعني نقول لان الرياضة تعبانة الان يحتاج الى دعم دعم يعني عالي من التحقيق الانجاز احنا احنا في ايام النظام البائد كانت بتوفرة كافة لكن ماكو انجاز حاليا احنا الحمد لله كوعدنا انجاز على مستوى الاسيوي مستوى عالمي ومستوى عربي ده نحقيق انجازات وراح ان شاء الله الرياضيين مستمرين بتحقيق الانجازات سواء ابت امشأت وزارة الشباب والرياضة طبعا احنا نظهر لجل هاي الراية طبعا ابسط حقوقنا نطالب بها هي صرف رواتب للموظفين وصرف رواتب للاتحادات تعرف الاتحادات اذا ماكو دعم من اللجنة الاولمبية وزارة الشباب الاتحاد يوقف نشاطاته واحنا كل واعيب منتخب قمنا نسافر بطولات على حسابنا لان دعم مادي ماكو نطالب يعني نطالب من وزارة بالناس المختصة يشوفونا حل هاي المسألة يعني غياضا عدمت بالعراق يعني شون نبقى احنا من نافس على مستوى العالم احنا غيد من قناتكم الناشد اللجنة الاولمبية الوزارة الشباب تقدمونا شي يغضي غياضين كلها احنا ما طالبنا ما نطالب اكثر حقوقنا رواتبنا زين لين تعبنا الناس تعبت من هاي صار شهرين ما مستلمين اقل اقل شي ما مستلمين هو حقوقنا زين يعني وين نروح وين طوجوهنا والله العظيم اكو ناس كل شي ضررت اكو ناس باعت التلفزيون وانت مالتها باعت الغراض مالتها هاي الشهرين ثق بالله صديقة واحد منها اصدقائي ايجار ما يقدر يدفع باع التلفزيون على مد يدفع ايجار زين يعني واحد وين يروح وين ينطوجها زين المل نطالب من احنا حيرين بين الجهتين طالب وزير الشباب يون طالب يون طالب الولمبية نفسها الامتها يا اخي زين صار لها شهرين عدل شهرين كل شعارين من يمها ما قدمني زين بس اللجمة الاولمبية هي قدمت هي ساهمت بالتقديم هذا الشي شو الوزير 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 اصلا مؤثر علينا هواية صراحة احنا نطالب زين نطالب وزير الشباب زين بانه يحط حد لهاي الصال لان كل اشتاع ابني زين واحد من اصدقاء ايش نظن بي بيع تلفزيون واحد ما عنده فلوس يجاري ننطي وين نروح وين نطوجوه زين كل يتريد نعيش جايين زين وهي ابسط حقوقنا زين وهو كل راتبنا خمسمائة الف دينار اذا خمسمائة الف دينار للمواطن وهي مليارات جاي يصرفون جاي يصرفون وين يروح لما تعرف ولمن يطوه لما تعرف زين يعني ش تسوي شنسوي يعني احنا قل لنا والله العظيم طلعت روحنا يعني شن ذنبنا احنا احنا في الاسباب جيم شن ذنبنا زين المن والله العظيم طلعت روح طلعت روحنا بالله العظيم وين نروح وين والله والله ايجار اقل لك ايجار من ننطي ايجار ما يقدر يطي زين مية وخمسين الف دينار ضبنا افساب الحسينية على مود ايجار ما يقدر يطي وين نروح وين نطوجوه زين اقول حسبي الله ونعمل وكي احنا جاي هنا اشوف المتظاهرين هنا اغليبيتهم ترى ناس يعني متعففة وناس يعني ما عدها اديش القدرة المادية العالية زين ثاني شي هذا الراتب هو اصلا النثرية يعني جاي طوي اذا كان للمدرب او لللاعب زين جاي طوي راتب نثرية يعني ادبت كيف فيه تكاسر راحة وجاي زين ثاني شي هذا اللاعب او المدرب الشرح يقدر يجي يعني راما قال عايش مالتة بس عدا يقدر عيش به زين ما عنده ما عنده فلوس ما عنده يعني اغليبيتهم ناس متعافقين عمي ناس اغليبيتهم تشتغل يعني يلتيه بالأعمال الحرة لو يلتيه بالرياضة مالتة حتى يعني جاي نشوف عنا الرياضة ماتنا جاي تنزل يوم ارا يوم وزارة الشباب عملها محصور عن عمل الأولمبية لكن هذا التدخل السافر وقطع الرواتب حرم الشباب وحرم هاي الأفطال حتى من باشر عقوبة اذا تستمر هذه رح تصير عقوبات من قبل اللجنة الأولمبية الدولية على الاتحادات الرياضية بالعراق هذه شغلة خطيرة جدا وهذه يتحملها وزير الشباب شخصيا لأنه وبعدين هاي الناس اللي بدون رواتب ليش هاي صار ستة وخمسين يوم لا مخصصات ولا رواتب من يتحملها وزير الشباب وليش وشنه اللي صار هاي الناس هاي كلها بدون رواتب وعدها عوائل وعدها إيجارات ما يصير تحرمونا من رواتب لا احنا ناس فقرة بسطة ما عدنا لضماء لا تقاعد انت المفوط عنونا تطونا تطونا منجمعات تطونا قطع تطونا قطع تطونا قطع أراضي تطونا فشي احنا نطالب هذا الشافرس اللي جنة أولمبيا ترجع ليش ما ترجع مساعد شبيرة ملعب رياضي أربع ملعب دولية مجمع سكني يصير كشي كشي يصير يعني هاي طابعة الأولمبيا ما أخذيها الاتحادية ليش خلق هذا المنبر هو يصير ملعب رياضي هناك سنتر سنتر بغداد نطالب من رئيس وزراء ترجع أملاك الأولمبيا لا وكل العالم وكل العالم العالم كله وزارة الشباب وزارة الشباب تبني والاتحادات كرة القدم وبقية الاتحادات وكل الألعاب منظوية تحت لواء الأولمبيا صحي الآن هذا كفر هذا تدخل سافر وبعدين المن داتحاربون داتحاربون العراق داتحاربون الناس الأبطال المتعلقة اللي جابت إنجاز للبلد ليه لها لها أملاك الأولمبيا بنونا مجمعة سكنية لأنه لا عندنا ضمان لا عندنا تقاد أين نروح لأنه على رئيس وزراء على رئيس وزراء المحترم ترجع الأولمبيا القديمة اللي بشارة فلسطين ترجع الأولمبيا القديمة بشارة فلسطين تنبني أولمبيا تنبني التعادة قدم تنبني كل التعادة المركزية مريد فلوس تنبني أربع ملاعب الرياضية تنبني مجمعة سكنية للموظفين لاتحادات هذا رفع علم عراقي رفع شرف العراق شرف شرف كل عراقي هذا العراق هذا مينسي هذا العراق البطي وإحنا ويا رئيس وزراء إحنا ويا الحكومة وفداءا ودما ويا الحكومة كنا ويا رئيس وزراء باوى علينا إحنا مساكين ما عندنا من النظام السابق وهذا الوقت ما عندنا شبره للبلد أنا جاي من المحافظة ما عندهم مخصصات ما عندي فلس أحمار أنا ما أطالب إذا عدتكم مشاكل بيناتكم إحنا موظفين فقرة فقرة إحنا حلو مشاكلنا الموظفين ما عندنا ما ننطي يوم يا أبو المعجر جايني يوم يا أبو المولد جايني ما ننطي والله مدافع شهر ثالث مدافع عجال والله مين ينطي وجينا ما يصر هذا ظلم رجع أملاك الأولمبيا ما ريد فلوس أملاك الأولمبيا إذا رجعت بشارة فلسطين ترجع ملعب رياضية مدينة رياضية ملعب أولمبيا مجمع سكني كل شي مريد ما عندك أنتبع عليه رئيس وزراء اللي قاعدين بيد داخل هي هاي ملك للعراق ملك للعراق هذا وجه الانتحد والإذا سويت مدينة رياضية إذا سويت ملائب هذا فقر للعراق إذا سويت هالوجود طيبة خطئية مجمع سكنية هذا فقر للعراق كل ترى مظلومين ما عندنا ضمان ما عندنا تقاعد لا عندنا ضمان لا عندنا كل شي ناس ما عندنا جينا بسبب بسبب صرف المادة الرياضين الأبطال ماكو صرف فلوس ماكو لاعبين تقريبا كلهم يعني راح يعوفون للعبة بسبب المادة احنا منتخب الوطني للدراجات الهواية عدنا مشاركة بطولة آسيا وماربعة عشرين بالشهر ولحد الان معادين المنتخب الوطني لحد الان معادين المنتخب الوطني بسبب المادة يعني راح تروح عالنا بطولة آسيا وارحنا مرشحين لنحصل على مدالة ذهبية وفضية زين راح تروح عالنا بسبب المادة يعني كارثة يعني لاعب منتخب بطني ما يحصل على راتب يعني لا مادة يعني معرف يعني شي والله محير محير طبعا اكو جهات مستفيدة لا ما اكو جهات مستفيدة ما يسوني اخي يعني اتحادات نوابية ما بيها مبالغ احنا اتحاد دراجات عندنا بطولة آسيا ويوم 24 شهر لازم المنتخب مسافر لحدنا كل شي ماكو لا معسكر لا ما يقدر يجي قولك من اصرف لي طيني لا كو حجيز كل شي ماكو يعني احنا منتخب بطني عندنا بطولة آسيا تحرسون بطولة آسيا هم بطولة هي على مستوى على مستوى الآسيا مثل العراق عندي منتخب بسراح يقعد بالبيت بسبب المادة يعني مو حرام حرام هيش والله حرام احنا مستمرين إن شاء الله مستمرين مستمرين بس راح تنتهي لعباتنا راح تنتهي رياضة مالتنا راح تنتهي بسبب المادة شنو يعني شنو يعني شنو المادة تلو تعرف رواتب وشقيت يعني حتى تضحك والله يعني كلها 200 ألف 250 و 150 يعني هاي ما يقدرين ينطوها الرياضي يعني 150 ألف ما يقدرين ينطوها الرياضي زي صاحب إنجاز ومدالية واحنا احنا لعبتنا تختلف عن باقي اللعبات احنا لعبتنا وقت طرق يعني تطلع 150 كيلو وتطلع 200 كيلو وتطلع 180 كيلو 4 ساعات 5 ساعات عدراجة يجي اللاعب للبيت ما بجيبه ولا فليس كارثة والله كارثة والكارثة يعني بطول تأسي احنا عندنا يوم 24 شهر لازم المنتخب يمسافر لحد دينا نكون شي ماكو يعني ما راح ما راح نشارك لباقينا 10 أيام وين نلحق اللاعبين كلهم قاعدين بالبيت واللاعبين كلهم مهمنا موجودين زين بسم الله الرحمن الرحيم مطالبنا رياضية بحثة يعني مستحقاتنا تدريبنا توقف احنا مو جهة سياسية احنا جهة رياضية جهة رياضية احنا نريد الناس الرياضين يشتغلون بمجالهم الصحيح احنا مو جهة سياسية والناس تدخل السياسي صار الناس اكثر اللاعبين وضعيتهم تعبانة اللاعبين الالعاب الفردية كلهم على الراتم ومخصصات احنا تمريننا 5 أيام بالاسبوع تدريبنا قضية ونواحي مو كل من مركز بغدار فاحنا نطالب الوزارة بان تطلق مستحقاتنا الشهرية هاي صار الشهرين احنا ماكوش والله مستحقاتنا تطلق في هاي هم كلهم يعرفون حتى الوزارة الشباب تعرف مو بس احنا كل الاتحادات عدها مشاركات خارجية كل مشاركات داخلية إذا نبقى هاي لا ماهتنا نبقى يومية يومية ووقف الصرف بتاع الصرف احنا احنا ما نذنب احنا ضحية يعني المقصر هو معروف المقصر منه البيد المال منه المقصر البيد المال الوزير الوزير هو نطالب احنا احنا رياضيين متظاهرين هنا بان يطلق الصرف للأولمبية والاتحادات موظفين الأولمبية ما نذنب احنا في هذا الموضوع كنا صاحبين عوائل هذا رزقنا هذا رزقنا صار يعني احنا 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 صار خمسين سنة عمري الألعاب منتخب وطني فان وان اروح وان اروح نشتغل وان اشتغل حتى عمال ما حدي شغلت طيب كابتن يعني نقال يضع ان سمعنا انه الرواتب هي الرواتب رمزية لا تكفي أجور اللاعب والله ما تكفي اذا اقول لك يعني يا دوب يا دوب تكفي الروح والجي تعرف انت اللاعب يحتاج لك يعني هواي امور مرتز مرات اكثر حتى التجهيزات نشتريها فما اعرف يعني حاصبين يعني كل واحد شقد ياخذ عبال مش قدار او المويتين او المويتين خمسين وثلاثين اكثر شي خمسمائة هل في اخذ اللاعب شو تكفي هذا انت هال اكبر اصغر عائل تكفي خمسمائة في الشهر بسؤال اخير يعني كابتن في حال لم تستجيب هذي الطلبات رح تستمرون في هذا اكيد ومو بس يقضون على اللاعب وعلى عائلة اللاعب يعني حتى حرام هذا الشي حرام روحوا الاقرب دول عربية شوف اللاعب اللاعب مميز اللاعب مستحقاته كل شي متجهز متوفر له عاصفة جديدة تعصف بالرياضة العراقية عاصفة الاقصاء والتهميش مظاهرة رياضية حافلة سلمية هؤلاء الابطال رفعوا اسم العراق كل رياضي هو سفير في بلده الرياضة هي سفيرة الامم هذا العلم العراقي رفعوا هذا الرياضي وانحنت له الهامات ورفعت له التحيات هؤلاء الابطال سجلوا والريكورد وسجلوا الارقام القياسية العالمية ونحن نستلم هذه الراية منهم الرواد والمخذرمين والرياضيين ماذا فعلوا هؤلاء وماذا جنوا لكي يحصلوا على هذا الانتاج هل هذا جزاء الرياضة العراقية هكذا تقطع رواد بالرياضيين والعاملين والموظفين هل لم تفكروا في ارزاق الاطفال وفي عوائلهم ماذا جنوا لكي يحصل لهم هكذا اشهر كيف تنزل لقمة في حلوقكم وفي اوفاهكم والناس والناس جياع والناس تنظر الى الله سبحانه وتعالى والأصحاب الكراسي فقط جالسون على الكراسي ولا يفكرون بالناس ولا يفكرون بالمجتمع الرياضي الرياضي هو الوحيد الذي يصرف على الرياضة وهو الرياضي الفقير وهو صاحب الغيرة وصاحب النخ وصاحب الشهامة الرياضي يدفعون من جيوبهم طبعا وصرفون عن الرياضة وينتظرون والنتيجة لا شيء وإلى متى وإلى متى يبقى الفساد ويستمر الأمواج العائلة ضربت حتى الرياضة العراقية كفى كفى تهميش وإقصاء إلى هنا وكفى يجب أن يسمع المسؤولون وينظرون بعين الاعتبار إلى هؤلاء الرياضيين والعوائل والنساء والموظفين والعاملين والمدربين كلهم شريحة واحدة وكلهم كلمة واحدة تقول كفى للفساد وهلا بالرياضة العراقية بسم الله الرحمن الرحيم هذه التظاهرة من طبقة صباح اليوم من منتسبي وموظفي اتحادات الرياضية المنظوية تحت ظل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية والعاملين في مقر اللجنة الأولمبية المطالبة بحقوقهم مطالبة برواتبهم مطالبة باستقلالة اللجنة الأولمبية ليس لأنها ملك لأشخاص معينين وأنما جميع زائل هون تبقى اللجنة الأولمطنية الأولمبية هي قائدة الرياضة لذلك اتمنى انه الجميع يفهم انه اللجنة الاولمبية والوسط الرياضي غير قابل للتناحر السياسي غير قابل للتناحر المذهبي غير قابل للتناحر ما بين ما بين الفئات التي تريد ان تسيطر على الرياضة العراقية رياضة العراقية رياضة نقية رياضة غير قابلة للتسييس غير قابلة لان تكون هناك عصابات على رغم من الشوائب هنا هناك البعض يحاول ان يربط اللجنة الاولمبية بعمليات فساد ياريت وأنا أحد منتسب اللجنة الأومبياء أتمنى من أي واحد عنده ملف فساد على اللجنة الأومبياء أو على أي منتسب داخل اللجنة الأومبياء أو على عضل مكتب التنفيذي بدأ من الرعد حمودي وانت يا آخر عضو مكتب التنفيذي أن يذهب للقضاء وهو أمر حضاري حتى يأخذ جزاء العادل لكن الكلام مو إطلاق الكلام على عواهنة إطلاق الكلام لمجرد الكلام اطلاق الكلام لمجرد الظهور بالتلفاز اعتقد انه هذه التظاهرة فرقت ما بين الحق والباطل هذه التظاهرة الحق لان كلها تشوف وجوه ماعدها استفادة غير راتب تعيش بها عائلتها فلذلك اتمنى من رئيس الوزراء اتمنى من كل القائمين على الحكومة العراقية ان تصف هذه الشريحة اللي هم مواطنين عراقيين اولا واخيرا ما لهم ذنب انه تتأخر راتبهم لمدة شهرين ما لهم ذنب ان يحاربوا بهذا الشكل انا اعتقد اذا كان رئيس الوزراء هو رئيس الوزراء لكل العراقيين ليس لفئة ولفئة اخرى اعتقد عليه اليوم ان يتخذ اجراءه بهذه الساعة وهذه اللحظة شكرا جزيلا حبيبي اول مطالب نقول انه لله وانه اليه راجعون والبقاء لله على الرياضة العراقية بسبب وزير الشباب بالرياضة الذي دمر الرياضة العراقية موظفين اللجنة العلمبية بدون رواتب منذ شهرين زين يقبلها وزير الشباب بالرياضة وهو راعي الفساد والمفسدين في وزارة الشباب بالرياضة وهو الوزير راعي الفساد والمفسدين يعني انت ذاكي اليوم فلاح منفق قاعد يقول لك يا وزير الرياضة اكو مشروع وجايخ يريدون من عدة بلوس وتتعرف يعني نفتح تحقيقه يا انت جاي تفتع رواتب هاي العالم الفقرة والله عيب عليك انت ما الوزير انت ما العام البلدية كافي عليك والله مطالبنا ينطالب بحقوقنا خلي يصرفون رواتب الموظفين غير هماكم زين الموظفين ذون لا حول ولا قوة كلهم قاعدين بلجاراتهم وما يستحون عليه شواربهم والله عيب عليهم ناس ونساء وهذا قاطعين رواتبهم شنو فخر لكم هاي تقولون عد لها ملف بساد عدكم ملفات بساد عرضوهن يفتش العام عرضوها لجنة النزاهة جاي تقطعوا رواتب الموظفين ديها الاعلام رحم الله والديك انت والله تريد تستفاد روح عم استفاد هسا تغيرت ليه تبوك يا وزير الشباب روح بوك تجايتك تعال رواتب هاي العالم الفقرة تعال عم تعال هاذ الرجل الكادح يعني قطعون راتب الله يقبل لكم هاي نساء قطعون رواتب هاي شباب كلهم باليجارات الناشد رئيس الوزراء والبرلمان ورئيس الوزراء بحل مشكلة بين الوزارة الشباب والولمبي اكو خلاب بين وزير الشباب والرياضة واللجنة القولمبي احنا موظفي اللي جاوبة شن ذنبنا صار شهرين ما يطينا رواتب شن ذنبنا الماخذين احنا شنو ولا ما يطينا راتب توقف كل النشاطات الرياضية والنادي راعد حمودي الكابتر راعد حمودي ان ينسوا حبن اللجنة القولمبي دوليا وتوقف الرياضات والنشاطات الرياضية والمنتخبات وبسبب وزير رياضة والشباب احنا 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 شباب ماشي ماشي